رسالة مجهولة جعلت البطل الأولمبي الجزائري جمال سيجاتي يتعرض لعدة اقتحامات من قبل الشرطة الفرنسية خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس وما زالت التحقيقات مستمرة فما القصة؟ المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية مسألة صعبة في حد ذاتها ويواجه البطل الأولمبي العديد من التحديات الكبيرة التي تحتاج لدرجات عالية من التركيز والهدوء حتى يكون قادرا على مواجهة الحدث والوصول إلى إنجاز كبير وكأن هذه الصعوبات ليست كافية لتعرض عدد من الرياضيين الجزائريين خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس لصعوبات من نوع خاص فكما حدث مع إيمان خليف بعد الهجوم الشرس عليها منذ اللحظات الأولى في البطولة لم يختلف الوضع كثيرا مع الجزائري جمال سيجاتي العداء الجزائري الحائز على برونزية سباق 800 متر نجح سيجاتي في كتابة اسمه في سجلات الأبطال في باريس 2024 وتفوق على العديد من منافسه العالميين والأبطال الأولمبيين الكبار وذلك خلال هذه البطولة وربما كان قادرا على حصد الذهبية لكنه تعرض لما يفوق طاقت أي بطل في مثل هذه المنافسة القوية وجد العداء الجزائري نفسه حديث الإعلام الفرنسي خلال الساعات الماضية وأصبح قيد التحقيق من قبل القضاء الفرنسي بداع طاعة المنشطات خلال هذه الرحلة الأولمبية وخلال رحلته في الأولمبيات تعرض سيجاتي لعدة اقتحامات لمقره في القرية الأولمبية من قبل الشرطة الفرنسية ووصل عدد الاقتحامات إلى 16 مرة وهو رقم كبير للغاية بالنسبة إلى بطل أولمبي يشارك في منافسات رسمية المسألة بدأت بشكل غريب ودون مقدمات وبعد بحث اكتشف عمار ابنيدة مدرب البطل الجزائري أن هذه التحركات الغريبة جاءت بعد تلقي الشرطة الفرنسية رسالة مجهولة بشأن جمال سيجاتي مدرب السيجاتي يؤكد أن الشرطة الفرنسية قامت بمصادرة حسوبي الخاص بداعي الحاجة إليه في التحقيقات الجارية ولم يتوقف الأمر على التحقيق مع العداء الجزائري ومدربه فقط الإعلام الجزائري وجد أن ما يحدث مع جمال سيجاتي هو تربص كامل الأوصاف ولم يكن له أي سبب منطقي خصوصا أن الشرطة الفرنسية بنت كل هذا على رسالة مجهولة ولا تملك أي دليل حتى الآن طوال وجود سيجاتي في القرية الأولمبية عانى بشكل كبير من معاملة الشرطة الفرنسية وهو ما تسبب في فقدانه تركيزه وأثر على حالته الذينية على مدار المنافسات بشكل كبير الشرطة الفرنسية تواصلت تحقيقها خلال الفترة الماضية حتى وصل الأمر إلى التحقيق مع أحد أقارب جمال سيجاتي والمقيم في فرنسا في الوقت الحالي وما زالت الأزمة مستمرة ولم يحظى البطل الجزائري حتى الآن بفرصة الاحتفال بمداليته الأولمبية التي حصدها بعد منافسة قوية خلال هذه البطولة الكبيرة